اشتركوا في القناة الترم التاني هنحل الامتحانات الخاصة بشهر مارس وان شاء الله هنشوف الاسئلة بيبع شكلها عامل ازاي والاجابات بتكون عاملة ازاي وزي ما احنا متعودين يكون معانا كشكول وقلم نكتب فيهم ونذاكر منهم ويلا نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا الامتحان بيكون عبارة عن ثلاث اسئلة السؤال الاول بيكون true or false او صح وغلط السؤال التاني بيكون complete او اكمل والسؤال التالي بيكون scientific term او المصطلح العلمي وانا اعرف ازاي نكتب المصطلح العلمي او scientific term بتاع كل statement او كل عبارة من العبارات اللي هنراها مع بعض كل سؤال منهم بيكون عليه 10 marks او 10 درجات فالمتحان كله بيكون عبارة عن ثلاث اسئلة بتلاتين درجة اول سؤال عندنا في النموذج الاول يعني ضع علامة صح او كلمة صح قدام العبارة الصحيحة and the word false وكلمة خطأ in front of the wrong statement او امام العبارة الخطأ يبقى true or false صح او خطأ فالستيتمنت الاولنية بيقول لنا the scientist william tainer العالم william tainer is considered وبيعتبر a specialist متخصص in the field of cultural anthropology احنا عرفنا طبعا وحنا بنشرح يعني ايه cultural anthropology او علوم الانسان الثقافية هو عالم في علوم الانسان الثقافية ولا لا دي true or false طبعا دي true رقم اثنين digital citizenship او المواطنة الرقمية is the ability هي القدرة to use technology على استخدام التكنولوجيا in an ethical and responsible manner ethical يعني اخلاقي وresponsible يعني مسؤول manner يعني سلوك هي استخدام ادوات التكنولوجية بشكل ethical اخلاقي and responsible manner وسلوك مسؤول دي true or false شطرين طبعا دي true طب رقم ثلاثة بيقولنا people who have difficulty speaking find it difficult to communicate with others because of digital devices يعني people who have difficulty speaking الناس اللي عندها صعوبة في التحدث find it difficult بيلاقوه في صعوبة to communicate with others في التواصل مع الاخرين because بسبب of digital devices الاجهزة الرقمية ده صح ولا خطأ طبعا دي true or false لان احنا عرفنا ان ال digital devices او الاجهزة الرقمية دلوقتي بتسهل حياة الناس اللي عندها difficulty speaking او صعوبة في التحدث طب رقم فور بيقولنا no camera من غير camera or speakers او سماعات is required to make video chat مفيش كاميرا او سماعات مطلوبين ان انت تعمل وانت بتعمل مطلوبين وانت بتعمل الفيديو chat او محادثات الفيديو دي true or false شطرين طبعا دي false لان ازاي هعمل video chat من غير كاميرا او speakers حتى يعني اللي قدامي يعني الشخص اللي انا بكلمه ما يشوف صورتي ازاي وهيسمان ازاي فلازم يبقى فيه كاميرا او speakers فدي false او دي خطأ رقم خمسة anyone who has access اي واحد عنده اكسس او عنده اتصال to the chat room لغرفة المحادثة لغرفة الدردشة will be able to read your messages هيبقى قادر ان هو يقرر الرسائل بتاعتك اللي انت بتبعتها على room chat دي true او false شاطرين طبعا دي true لان هو فعلا اي حد هيقدر يخش ال chat room هيقرأ المسرجس او الرسائل اللي انت كتبها في ال chat room فدي صح يبقى اول واحدة كانت true تاني واحدة كانت true تارت واحدة كانت false رابع واحدة كانت false وخامس واحدة الاخيرة كانت true السؤال التاني بيقولك complete the following sentences اكمل الجمل التالية with appropriate words in practice بالكلمات المناسبة من بين الاقواس ومدينا بعض الكلمات بيقولنا information technology تكنولوجيا المعلومات idmodo و trusted sources trusted sources او المصادر الموصوق فيها و augmented reality augmented reality يعني الواقع المعزز و asynchronous communication asynchronous communication يعني الاتصال غير المتزامن و problem solving problem solving يعني حل المشكلات حل المشكلة فبيقولنا في number one online learning environments او بيئات التعلم على الانترنت such as زي نقط allow teachers and students to communicate with each others no matter where they are يعني بيئات التعلم على الانترنت بتسمح للمعلمين والطلبة ان هما يتواصلوا مع بعضهم البعض no matter where they are بغض النظر هم مكانهم الحقيقي فين هنكتب هنا ايه بقى such as زي ايه بقى البيئات دي الشطرين طبعا ادموده زي ما عرفنا قبل كده فا ادموده يبقى واحد من الانفيرومنت دي او من البيئات بتتعلم او من بيئات التعلم دي فهنكتب هنا ادموده number two بيقولنا نقط area articles area articles يعني المقالات area articles or information او المعلومات written by experts by experts بمكتوبة بواسطة الخبراء verified وتم التحقق منها and presented in a professional manner وتم 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 كتبتها بشكل احترافي and written carefully وتكتبت كمان بعناية دي ايه بقى شطرين طبعا دي trusted sources او المصادر الموصوب فيها اللي كتبت ببوسطة experts او الخبراء و verified تم التحقق منها وكمان written carefully وتكتبت بعناية فدي كلها صفات trusted sources هنكتب هنا trusted sources طب في number three بيقول لنا it is preferable ان هو من المفضل to use نقط ان انت تستخدم النقط when the answer needs لما تكون الاجابة محتاجة to be thought ان يتم التفكير فيها بشكل جيد or prepared او يتم اعداد الاجابة دي بشكل جيد or it is not urgent او اجابة دي غير ملحة ايه بقى من المفضل انت تستخدم ايه شطرين طبعا asynchronous communication او الاتصال غير المتزامن زي ما عرفنا قبل كده في الشرح اللي فات فيبقى it is preferable ان هو من المفضل to use asynchronous communication لاتصال غير المتزامن when the answer needs to be thought or prepared or it is not urgent او الاجابة دي غير ملحة دلوقت طب نومبر فور بيقول لنا جوثام شاه ده عالم من العلماء هنتكلم عنه كمان في الشرح بعد كده lived and worked as an expert عاش وعمل على انه خبير in the field designs والحاجات اللي هما بيتكلموا عنها في العابهم وفي الفيديو هاب بتاعتهم بشكل واضح قوي فبتخليك تحس ان انت موجود جوه المكان ده وانت بتلعب اللعبة دي او انت بتتفرج على الفيديو ده فدي طبعا حاجة لازم تكون عارفينها ونتكلم عنها في الشرح بعد كده برضو فالمنظمة دي اسمها internet of elephant والمنظمة دي بتعمل designs بتصنمن unique phone games العاب على التليفون using مستخدمة augmented reality augmented reality او الواقع المعزز ودي اجابات السؤال التاني زي ما قلنا اول حاجة ادمودو تاني حاجة trusted sources تالت حاجة asynchronous communication ورابع حاجة information technology خامس حاجة augmented reality زي ما قلنا من شوية السؤال التالت بيقول لنا the third question السؤال التالت write the scientific term اكتب المصطلح العلمي denoting the following expression اللي بيدل على التعبيرات التالية اول حاجة بيقول لنا one of the most popular communication applications واحد من اشهر طبيقات التواصل طبعا ممكن نكتب هنا مثلا whatsapp تاني حاجة بيقول لنا communication that occurs الالتصال اللي بيحدث in real time via instant response in real time بالوقت الفعلي يعني كلنا بنبقى موجودين دلوقتي online via instant response instant responses زي ما عرفنا قبل كده الاجابات الفورية وبيكون بنا اجابات فورية ده اسمه ايه اصحابي شاطرين طبعا زي ما قلنا قبل كده ده synchronized communication synchronized communication او الاتصال المتزامن اللي لازم كلنا يبقى موجودين فيها على الانترنت وبيبقى فيه بيننا وبنبعض instant responses او اجابات او او ردود فورية زي ما قلنا من شوية طب تلاتة بيقول لنا it is commonly هو شائع used استخدامها شائع in more formal situations في المواقف الرسمية الاكتر رسمية such as زي creating an account on the Egyptian knowledge bank اللي انت تعمل حساب على موقع بنك المعرفة المصري ايه اللي ممكن نستخدمه احنا بنعمل اكاونت على الموقع بتاع الايجيبشن knowledge bank شاطين طبعا الايميل الايميل اللي ان احنا عرفنا ان هو formal actor او شكله او بنستخدمه بشكل رسمي اكتر فنكتب هنا ايميل رقم فور an interactive feature provided by national geographic هي اداة تفاعلية اتعملت معمولة بواسطة national geographic قناة national geographic اللي احنا عارفينها that provides اللي بتتيح online mapping tools طبعا ادوات رسم الخرائط على الانترنت المفروض هنكتب هنا ايه بقى شاطرين اتكلمنا عنه في الدرس اللي فات interactive map maker interactive map maker او مصمم الخرائط التفاعلي طب رقم خمسة بيقولنا scientific guess scientific guess يعني تخمين علمي about how things happen about how things happen عن ازاي كيفية حدوث الاشياء طبعا دي حاجة لسه نتكلم عنها بشكل اكبر الدروس اللي جاية ودي حاجة اسمها hypothesis hypothesis او بناء الفرادية نحنا نعمل scientific guess او نحنا نخمن تخمين علمي عن حاجة عن كيفية حدوث الاشياء او how things happen ده هناخده في المحور التاني مع بعض فدي اسمها hypothesis 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 او بناء الفرادية يبقى الاجابات بتاعت السؤال التالت whatsapp synchronized communication email interactive map maker will hypothesis او بناء الفرادية تعالوا نحل مع بعض مموذج تاني ونشوف الاسئلة هيكون شكلها عامل ازاي والاجابات عاملة ازاي في موديل رقم b بيقولنا هنا اول سؤال true or false ضع علامة صح او خطأ زي ما قلنا من شوية فبيقولنا هنا في اول واحدة using technology in a positive way استخدام التكنولوجيا بشكل ايجابي helps people بيساعد الناس become successful digital citizens انهم يكونوا مواطنين رقميين ناجحين true or false شاطرين طبعا دي true طب رقم اثنين بيقولنا as digital citizen بما انك مواطن رقمي you should never hack protected content لا يجب عليك لا يجب عليك ابدا ان انت انت تقرصن محتوى محمي in order to share or sell it علشان خاطر تبيعه او تشاركه مع الاخرين دي true or false شاطرين طبعا دي true هي كمان رقم 3 بيقولنا one of the most popular virtual meeting applications facebook واحد من اشهر برامج الاجتماعات الافتراضية virtual meeting applications برامج الاجتماعات الافتراضية facebook دي true or false لان facebook مش من برامج ال virtual meetings او الاجتماعات الافتراضية فهذه false رقم 4 بيقولنا a synchronized communication او الاتصال غير متزامن requires بيتضلب an immediate response اجابات فورية and the need for and the need for people to be presented at the same time ويكون الناس مموودين في نفس الوقت ده a synchronized communication او الاتصال غير متزامن ده true ولا false شاطرين طبعا ده false لان ده بيتكلم هنا عن ال synchronized مش ال asynchronized communication وعرفنا ان الايدي بتخليها غير متزامن لو شلناها هتبقى synchronized communication او الاتصال متزامن وساعتها هتبقى صح لكن دلوقت هي false او خطأ لان الاتصال غير المتزامن ما بيتطلبش ان احنا نعمل immediate response او اجابات فورية ردود فورية وكمان ما يكونش الناس presented او موجودين at the same time فرقم 5 بيقول لنا you can use e-mail انت ممكن تستخدم ال e-mail to communicate with government agencies ان انت تتواصل مع الوكالات او الهيئات الحكومية government agencies الهيئات الحكومية or unofficial او بشكل رسمن دي true ولا false شاطرين طبعا دي true لان احنا عرفنا ان ال e-mail formal بشكل اكبر فنقدر نستخدمه واحنا بنتواصل مع government agencies or unofficial فيبقى الاجابات عندنا true true false false لان الفيسبوك مش meeting مش virtual meeting application زي ما قلنا من شوية ودي false لان ال asynchronize مش عايز ال immediate response زي ما قلنا واخر واحدة true زي ما قلنا من شوية السؤال الثاني بيقول لنا complete the following sentences with the appropriate word in the practice اول حاجة بيدهلنا بين الاقواس untrusted sources untrusted sources او المصادر غير الموسوق فيها تاني حاجة chat rooms اورة في الدردشة internet of elephant اللي احنا كلمنا عنها من شوية Egyptian knowledge bank بنك المعرف المصري hypothesis building hypothesis building او بناء الفردية problem solving problem solving او حل المشكلات في نمبر وان بيقول لنا ان نقطة you can simply write your comment انت ببساطة ممكن تكتب التعليق بتاعك and send it وتبعته and send it وتبعته as you can reply to messages وكمان ترد على الرسائل الاعادي chat rooms طبعا زي ما قلنا من شوية طب نقطة is considered بيعتبر the first digital library in Egypt اول مكتبة رقمية في مصر that contains the means اللي بتحتوي على resources on various topics مصادر في مواضيع متعددة مفروض هنكتب هنا ايه يا اصحابي شاطرين Egyptian knowledge bank بنك المعرف المصري طب رقم 3 بيقول لنا it is likely that you will find n من المحتمل ان انت تتلاقي فيه information full of opinions معلومات مليئة بالقراء الشخصية errors والاخطاء and even lies وكمان حتى الاكاذيب اللي ممكن نلاقي فيه معلومات خاصة بقراء الناس واخطاء وكمان اكاذيب شاطرين طبعا untrusted sources او المصادر غير الموصوك بيها او المصادر غير الموصوك بيها زي ما قلنا من شوية طب نمبر 4 بيقول لنا Gotham Shah العالم الاسمه Gotham Shah founded as an organization an organization يعني منظمة نقط which uses اللي بتستخدم digital tools الأدوات الرقمية to enhance the relationship لتعزيز العلاقة enhance يعني تعزيز the relationship العلاقة between people and wild life between people and wild life بين الناس والحياة البرية المفروضة المفروضة الorganization دي اللي هي internet of elephant اللي احنا قلنا عليها من شوية وحنا بنحل الامتحان اللي فات فدي الorganization دي اساسها Gotham Shah دا علشان تعمل enhance تعزيز the relationship العلاقة بين people and wild life أو الناس والحياة البرية فنكتب هنا internet of elephant فرقم 5 بقول لنا is an attempt is an attempt يعني هو محاولة to answer لإجابة your question السؤال بتاعك with an explanation that can be tested with an explanation مع شرح that can be tested احنا ممكن نختبره دا اسم الفرادية أو الhypothesis الhypothesis building الhypothesis building أو البناء الفرادية هو محاولة لإجابة السؤال الاسئلة بتاعتك بشرح ممكن نختبره دي الhypothesis الhypothesis أو الفرادية اللي احنا كلمنا عنها من شوية فنكتب هنا hypothesis building أو بناء الفرادية is an attempt to answer your questions with an explanation that can be tested أو أن أنت تحاول تجاوب على الاسئلة بشرح ممكن نختبره بعد كده فالإجاباتها تكون chat rooms ايجيبشن نوالج بانك web sites المواقع you visit اللي انت زورتها المفروض هنا هي ايه؟ طبعاً دي digital footprint اللي احنا خدناها قبل كده digital footprint أو البصمة الرقمية وكلمنا عنها في الشرح قبل كده طب ثاني حاجة بيقول لنا you can use it تموك تستخدمها to share videos لمشاركة الفيديوز أو الفيديوهات to learn علشان تتعلم or teach أو تعلم new things الأشياء الجديدة المفروض هي ايه؟ شاطرين طبعاً دي video sharing platforms video sharing platforms أو مواقع أو منصات مشاركة الفيديو زي ما خدنا في الشرح قبل كده رقم 3 بيقول لنا it allows you هي بتسمح لك to send messages إن انت تبعت رسائل using the internet مستخدماً للإنترنت and the messages can include texts والرسائل دي ممكن تتضامن تكست كتابة picketures sewer or a video clip or a video clip أو حتى مقطع فيديو المفروض ايه هي دي بقى طبعاً دي instant messaging the instant messaging أو المرسلة الفورية طب نمبر 4 بيقول لنا a virtual laboratory platform أو منصة معامل افتراضية that enables you اللي بتسمح لك وبتتحلك to conduct laboratory experiments إن انت تعقد تجارب معملية in an interactive environment في بيئة تفاعلية احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت في الشرح الفات دي ايه ال virtual laboratory platform دي شاطرين طبعاً flabby منصة flabby اللي احنا اتكلمنا عنها في الشرح الفات نمبر 5 بيقول لنا a type of communication نوع من انواء الاتصال prefer play يعني ويفضل between friends بين الاصدقاء or close family members او بين افراد الاسرة المقربين شاطرين طبعاً synchronized communication synchronized communication او الاتصال المتزامن هو اللي احنا بنستخدمه بين between friends or close family members او بين افراد الاصلة المقربين من بعض اذا ال synchronized communication او الاتصال المتزامن وبالتالي اللي اجابات هتكون digital footprint video sharing platforms instant messaging flabby منصة flabby will synchronize communication او الاتصال المتزامن بكده نكون حلينا بعض الامتحانات على الجزء بتاع شهر مارس واتمنى انت تكون استفادت من درس النهاردة لو اعجبك الدرس اعمل like اتمنى الاي 1000 واحد استفادوا او 1000 like تحت الفيديو الاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في description او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته